توقف مباراة لبنان وسوريا في كأس العالم بتصفيات كأس العالم بسبب الشغب وإليكم التفاصيل توقفت مباراة سوريا ولبنان المقامة حاليا على ملعب صيدة ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الأسيوية من الدور الثالث المؤهل لمنجيال قطر بسبب اعتداء الجمهور اللبناني على حكم الراية حيث تم إيقاف المباراة بسبب رمي الجمهور اللبناني حكم الراية بعبوات المياه وشهدت المواجهة أعمال شغب لجمهور منتخب لبنان في الجهة السابعين إسر التأخر بسلاسية نظيفة أمام سوريا وغادر لعاب المنتخبين وحكام المباراة أرضية الملعب بانتظار ما سيحدث بعد أنقام جمهور لبنان بمنع لعابين منتخبهم من إكمال أشروط الثاني لمباراة سوريا حتى الآن يتقدم منتخب سوريا الذي فقد أماله كليا ببلوغ كأس العالم على نظير منتخب لبنان بسلاسية نظيفة دون رد لا حول ولا قوة إلا بالله بشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته